حتى وإن كان مصدر دخلهم يعتمد على منجزهم من العمل اليومي لأنه متى ما دقت الساعة الثانية ظهرا فإنهم يغلقوا محالهم ويذهبوا لمشاركة أخوانهم في ساحة الاعتصام في الديوانية حيث تحدثوا على أن القضية أصبح ضرورة إيجاد وطن فيه ما يطمحون إليه من يوم 25 عشر بدينا نحن نتغير نضع عملنا بالسوق من بسط الساعة بثمانة الصبح والعصر يوم الساعة بسنتين سنتين ونص ثلاثة نعزل ونروح نشارك أخواننا بالتظاهرات بساحة الساعة عندنا التزامات مالية وعندنا شغل وكلنا متوقف لأن القضية أصبحت أكبر من قضية عمل وقضية قضية أصبحت قضية وطن ومنهم أن تحدى ظروف إعاقته وسار المسافات الطويلة ليشارك بما يستطيع من شعار أو هتافات أقاوم على كل شيء أقاوم أهم شيء أرصى 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 مو مصاتي آخرون أخذوا على عاتقهم تنظيف الساحة التي يتواجد بها المعتصمون من النفايات لتكون جميلة كما طالبها السلمية أنا أجيب السمعة الصباح حتى 12 مليل أروح للعائلتي والثاني يوم أرجع شو شعرتك الله أنا عربان أدفع أنا أشتغل أتعمل هناك تنظيف هذا كل عليه وحتى أعمال البلدية والمهندسين متعاونين وياه كل الكادر باسمي هم بباحتهم وين يشوفون أنا رجال معقل واخدم ونظف هم أشينهم الغيرة وحتى أخواننا الشرطة أخواننا الشرطة حاوياتهم المرور حاوياتهم الضباطهم حتى الضباط جاي يشتغلون التعاون ويمتظاهرين ويستمر توافد الناس حتى كبار السن الذين منحنا لهم الفرصة للتحدث بما يشعرون به ويطالبون مشكورين على متابعتكم للشعب والمظاهرة نشكركم ويحفظكم الله يما حكومة ما نريد هاي جوانا حرامية من خارج البلاد دمروا العراق دمروا شباب العراق دمروا ثروات العراق بس كافي هاي الشباب يتعب علي أبو شهادكتورة ماجستير يقعد بالبيت المجاوز لما نوصل هاي المرحلة يغير ياخذ مكانه لازقين بالسلطة يعني من نجا ولاحدا عباناكوا تغيير عباناكوا عدهم فتشي يعني في دونبي شاب هاي القرارات السريعة برأس الوزراء الحقيقة القرارات هاي ترقيعية زين أول مرة حالت مونهي حال مجلس النواب حال يعني ممكن يرجع فنقول للسياسين الذين خذوا للعراق وخذوا هذا الشعب لماذا هذه السياسة العنيفة لماذا هذه السياسة التي وصلت هذا البلد إلى هذا المجرى باقي في مكانكم حتى نعم كل الشباب وكل الشيوخ وهذه الأخيام وهذه الأخيام باقين حتى يكون التغيير التغيير إلى العراقيين جميعا ليس شيعة وسنة وأكراد وإنما لكل العراق ساحة تشتعل ولا تهدأ بمطالب اشترك بها الجميع وحلول الحكومة ربما ليس فيها حل الأزمة كون الكل بحسب حديثهم فقد الثقة بساسته الذين يبقون في حلولهم الترقيعية من الديوانية محمد حسنان قناة التغيير